اللسان هو عظيم الجرم وعظيم الذنب وعظيم المساءلة وآفات اللسان وصفات التي تتعلق باللسان صفات عديدة من آفاته شهادة الزور اليوم سنتكلم عن شهادة الزور أولا الزور في اللغة هو الميل والانحراف والكذب ولذلك هو اسم من أسماء الكذب من قال زورا أي قال كذبا والزور أو شهادة الزور منهي عنها في كتاب الله ومنهي عنها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر لله تبارك وتعالى أن نشهد بالحق وحرم الله تبارك وتعالى كتمان الشهادة يقول تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وفي أكبر آية في القرآن الكريم في آية الدين في سورة البقرة عندما يقول الله تبارك وتعالى ولا يأبى الشهاداء إذا ما دعوا لأنه يترتب على عدم الإشهاد أو القول الحق ضياع الحقوق فلذلك وضعه الله تبارك وتعالى موضع الاهتمام وموضع الحث والحض يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ينهى فيها عن الكذب وعن الزور معضدا ما جاء في القرآن الكريم لأن القرآن الكريم يتكاتف مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الحض على الأخلاق المحمودة أو النهي عن الأخلاق المذمومة يقول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور هذه الآية تضع الناس على خطر عظيم أن الله تبارك وتعالى سوى بين عبادة الأصنام وبين شهادة الزور جعلهما القرآن الكريم في مربع واحد في مستوى واحد إن الشرك بالله لا يقل خطورة عن قول الزور وقول الزور وشهادة الزور لا تقل عن الشرك بالله تبارك وتعالى ولذلك يختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله حنفاء لله غير مشركين به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر